عمران كباقي محافظات الجمهورية تفتقر لأبسط الخدمات وضعفت الحرب من معاناة مواطنها إلا أنها بالرغم من هذا كانت مأوى لآلاف النازحين الذين اضطرتهم حروب الميليشيا لترك منازلهم خاصة أولئك القادمين من محافظتي الصعدة وحجة أربعة وثلاثون ألف نازح هم من قدموا إلى مديريات عمران وريدة وخمر وجبل عيال يزيد بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة ليضاف إليهم ثلاثة ألف ممن نزحوا داخليا بسبب السيول التي اشتاحت مناطق عديدة قبل أكثر من شهر وتسببت بدمار العديد من المنازل والممتلكات كثيرة هي المنظمات كما هي حاجات النازحين إلا أن جهودهم الإغاثية إما أن تعرقل بسبب استيلاء نافذين عليها وهيمنتهم على توزيعها أو في حال وصلت فإنها بحسب المواطنين لا تكفيهم لتزيد الحاجة والإهمال من صعوبة رحلتهم للبحث عن المأوى موسيقى